بعد توقعات بزوال فيروس كورونا عادت الأرقام للارتفاع مجدداً في مختلف دول الحالم منذرة بتدهور الوضع الصحي مرة أخرى في ظل تخفيف العديد من الدول إجراءات الوقاية 90 ألف إصابة خلال سبعة أيام بفرنسا ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الماضي يأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد قرار الرئيس الفرنسي رفع القيود الصحية في البلاد كإلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العامة والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى كما ألغت فرنسا شرط تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح في أماكن مثل المطاعم وتور الصينما ألمانيا من جهتها شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجية مسجلة أكثر من 90 ألف حالة خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 18 مليون إصابة حسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعطية شونغاي الصينية عرفت إلى الأخرى ظهور حالات جديدة لكنها هذه المرة لا تحمل أعراض الإصابة المعروفة لتتبع شونغاي التي سجلت مؤخراً أكثر من ألف إصابة السياسة الصينية حيث قامت بإغلاق المدارس وإجراء اختبارات في المجمعات السكنية في محاولة لكبح جماح الفيروس في خضمي الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا حذرت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها أنه على الدول توخي الحذر وعدم الانسياق وراء وهم زوال الفيروس الذي لا يزال يشكل تهديداً على صحة الإنسان